القلب القلب هو مضخة عضلية في حجم القبضة المغلقة يقع خلف عظام القفص الصدري يتركب من أربع حجرات أذينين وبطينين يستقبل الأذين الأيمن الدم من جميع أجزاء الجسم يفصل الصمام ثلاثي الشرفات بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن والذي يسمح بمرور الدم في اتجاه واحد من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن وليس العكس يضخ البطين الأيمن الدم عبر الشريان الرئوي إلى الرئتين ثم تجمع الدم المؤكسج من الرئتين عائدا إلى القلب عبر الأوريدة الرئوية الأربعة ويصب في الأذين الأيسر ومنه إلى البطين الأيسر عبر الصمام المترالي يضخ البطين الأيسر الدم عبر الشريان الأبهر إلى جميع أجزاء الجسم تغذي الشرين التاجية العضلة القلبية بالدم تنبع ضربة القلب من العقدة جيب الأذينية في جدار الأذين الأيمن والتي تطلق نبضة كهربائية فينقبض الأذينان ويضخان الدم إلى البطينين ثم تصل النبضة إلى العقدة الأذينية البطينية فتنتقل الإثارة إلى الحاجز بين البطينين ومنه إلى جدار البطينين لينقبض البطينان معا ويضخان الدم المترجم للقناة